في لحظة هي مقبلة على شبح المديونية وتعاني وضعاً اقتصادياً سيئاً وفي لحظة أخرى تقدم الملايين بل المليارات من أموال شعبها لتحقيق مآرب خارجية وتنفيذ أجندات خاصة ها هي الدوحة تهرول لإتمام صفقة شراء مقاتلات تايفون البريطانية بتقديم دفعة أولى من عقد قيمته 5 مليارات دولار هي الصفقة التي لوحت بريطانيا قبل أسابيع بإلغائها خوفاً من عدم قدرة قطر على الوفاء بالتزاماتها المالية فقد تم تسريب تقرير حكومياً عن وزارة الخزانة البريطانية عبر عن مخاوف حقيقية من احتمال عجز قطر عن السداد ويبدو أن هذا التسريب شكل الضغط المناسب الذي أجبر قطر على سرعة إنهاء الصفقة وتسليم الدفعة الأولى منها بالفعل مليارات من الأموال العامة القطرية تدفع في صفقات خارجية في وقت يواجه فيه الاقتصاد القطري شبح تفاقم الديون الداخلية والخارجية نتيجة تبديد النظام الحاكم ثروات بلاده على مدى سنوات طويلة في دعم التنظيمة الإرهابية والإغداق على الأنظمة التي توفر له الحماية أزمات اقتصادية تتوالى في قطر من تراجع للتصنيفات المالية مرورا بتفاقم أزمة الديون وخسائر البنوك وصولا إلى إعلان الخطوط الجوية القطرية عن خسائر بتسعة وستين مليون دولار وقد تزامنت هذه الأزمات الاقتصادية مع قرار بإقالة المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية الذي ينتمي للعائلة الحاكمة بشكل مفاجئ بعد نحو أربع سنوات من توليه المنصب ضربات اقتصادية داخلية متتالية تؤثر بأشكال مختلفة على المواطن القطري فيأتي رد فعل الدوحة بصرف مزيدا من أموال هذا المواطن الذي لم يستوعب حتى الآن صدمة تقديم طائرة بنحو نصف مليار دولار هدية للرئيس التركي يقول محللون إن صفقة مع بريطانيا ورقة تدفع بها الدوحة لعلها تستطيع تحقيق مكاسب سياسية